موسيقى أشرة النخبارية المفصلة من قناتي عدن الفضائية للعنوين موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية تلقى برقيتين تهنئة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده موسيقى مجلس القيادة الرئاسية يناقش عددا من التحديات وخطة تطوير مدينة عدن موسيقى 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 مجلس الوزراء يناقش آليات تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة ويعتبرها أولوية للأداء موسيقى مساء الخير تلقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية تانئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبد العزيز السعود بمناسبة يدائه اليمير الدستورية رئيسا للمجلس وأعربها خادم الحرمين الشريفين في برقيته عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والسداد بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه وبلده الشقيق كما تلقى فخامة الرئيس برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وأكد سموه الحرص على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق النمو والازدهار لهما وشعبيهما الشقيقين عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا برئاسة فخامة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي ناقش عددا من القضايا الراهنة في الساحة الوطنية وأليات تقاوز التحديات لاستكمال استحقاقات المرحلة في مختلف الجوانب وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح والدكتور عبد الله العليمي وحثمان مجلي وعبد الرحمن المحرمي وقف المجلس أمام القضايا المدرجة في جدول أعماله اليومي وتدارس نتائج التقارير التي تمت مناقشتها خلال الأيام الماضية وتطرق الاجتماع إلى قيام الميليشيا الحوثية بعرقلة تسيير أول رحلة من مطار صنعاء الدولي والتي كانت مقرر اليوم الأحد موجب الهدنة الأممية وحملها مسؤولية مفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال اختلاق مررات تهدف بالدرجة الأولى للتنصل من الهدنة وإفشال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وجدد مجلس القيادة الرئاسية الموقف الذي سبق وأن أعلنت عنه الحكومة بالحرص على عمل كلما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين دون استثناء أو مقايضة في الملفات الإنسانية كما ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامت الدكتور رشاد محمد العليمي اجتماعا كرسة لمناقشة خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن وذلك بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزويدي وطارق صالح الدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي وعبدالرحمن المحرمي وأناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي وأتنص الخطة على تطوير عدن في كافة القطاعات وخصوصا الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشاريع المتعثرة خلال الفترة الماضية كما تنص الخطة على سرعة إعادة تأهيل الطريق البحري ومصافي عدن ومشاريع حيوية أخرى ناقش مجلس الوزراء آليات تنفيذ التوجيهات الصادرة للحكومة في خطاب فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عقب دائه اليمين الدستورية والتي تتمحور حول إنهاء الانقلاب والحرب والسعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي ويعادة بناء المؤسسات واعتبرها أولوية قصوى في الأداخل الفترة القادمة وكلف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الأمان العام للمجلس بإعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للسياسات ووضع الآليات والإجراءات لهذه التوجيهات الرئاسية والتنسيق مع الوزراء لمباشرة العمل بها مؤكدا على أهمية متابعة التنفيذ والإنجاز ورفع تقارير دورية حول ذلك والتركيز على تحسين كل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم وتقاوز التحديات القائمة وأشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الجديدة تتطلب التعامل بآليات مختلفة وفاعلة تتوازى مع حجم التطلعات الشعبية على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في هذه المرحلة وأهمية عادة ترتيب الأولويات وفق المستجدات الراهنة مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات وأوضح الدكتور معين عبد الملك أن نيل حكومة الكفاءات السياسية ثقة نواب الشعب والموافقة على برنامجها العام يمثل خطوة مهمة لتكامل الآداء تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي وبما يساعد على تقاوز كثير من الإشكالات والتحديات التي سادت خلال الفترة الماضية لافتا إلى المضي في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الإختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وقال رئيس الوزراء لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ومختلف المناطق اليمنية وسنبذل جهود استثنائية لتحسين مستوى الخدمات وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والبرامج العام للحكومة بما يتضمنه من أهداف في الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الخارجية وشؤون المقتربين حول المستجدات السياسية وتنص لميليشيا الحوثي الإنقلابية عن تنفيذ التزاماتها في الهدنة الأممية وآخرها عرقلت أول رحلة تجارية من مطاري صنعاء الدولي والتي كانت مقررة اليوم الأحد واضحا أن الميليشيا الحوثية أخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الأممي في تشغيل الرحلات من مطاري صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن بما في ذلك اعتماد قوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار قوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا من جهة واحدة حسرا وهي الحكومة اليمنية وأشار إلى أنه تم مخاطبة المبعوث الأممي بالمخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة مما حرم 104 راكب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات وأصروا على إضافة 57 راكب كانوا بحاجة لإصدار جوازات لهم من السلطات المعنية وهو أمر كان ممكن التنسيق له ومعالجاته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطاري صنعاء وأجدد المجلس حرص الحكومة على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تخفف المعاناة الإنسانية لليمنيين وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عددا من الرحلات من وإلى مطاري صنعاء بموجب اتفاق الهدنة وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك مؤكدا أن التعنة الحوثي يثبت للشعب اليمني والمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات غير أهبها بمعاناة المواطنين وتكرس كل جهدها لممارسة الابتزاز السياسي والمتاجرة بالقضايا الإنسانية من أجل ذلك وطالب المجلس المبعوث الأممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وأدت إلى عرقلة فتح مطاري صنعاء وتسييري أول رحلة تجارية منه مشيرا إلى أن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعا مع هذه الميليشيات التي تحاول أن تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية واطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزير الدفاع حول استمرار الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في عدد من جبهات القتال واستهداف مواقع قوات القيش واستخدام الطائرات المسيرة المفخخة وبناء التحصينات وحشد التعزيزات لعدة جبهات مؤكدا أن قوات القيش وبتوجيهات من القيادة السياسية والحكومة ملتزمة بالهدنة الأممية لكنها جاهزة للرد في أي وقت على خروقات الميليشيات الإنقلابية إذا ما استمرت وكرر المجلس مطالبته للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة ومارسة الضغط لتمفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني وقصف المدنيين مؤكدا أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وخف إطلاق النار والهدنة بشكل عام وهما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية وكعادتها في التنصل من الاتفاقات لم تلتزم بتنفيذ ما عليها بما يخص التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة بما في ذلك رفع الحصار الظالم عن مدينة تعز والامتناع حتى الآن عن تسمية ممثلها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن وخيارها الواضح من مسألة مكافحة الإرهاب والذي لن يتغير وسيزداد صلابة وستتواصل ملاحقة الإرهاب حيثما كان على كل شبر من تراب الوطن حتى اجتثاث هذه العناصر الإرهابية الضالة وقطع دابرها من جذورها مؤكدا أن اليمن بإرادة شعبها وجميع المواطنين الشرفاء وجهود قواتها وتعاون شركائها في تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي ستنتصر لا محالة على الإرهاب ووجه المجلس وزارة الداخلية بمضاعفة جهودها وتعزيز اليقظة الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية وإفشال مخططاتها مؤكدا أن قرار مجلس القيادة الرئاسي المرتقب بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار سيشكل دفعة قوية لجهود مكافحة الإرهاب وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار سيادة القانون ولاقش مجلس الوزراء سير تنفيذ الخطط الخاصة بتحسين مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وكذا التدابير المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة الوطنية والأمن الغذائي واتخاذ عدد من القرارات في هذا الجانب ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن للبروتوكول الثاني لاتفاقية لها إلى عام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح ووجه وزارة الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على البروتوكول وقر مجلس الوزراء مشروع خطة عمل المجلس العام 2022 بناء على المشروع المقدم من أمين عام مجلس الوزراء كما قر المجلس تعديل قيمة رسوم وأجور خدمات تصدير المنتجات السمكية بحسب القائمة المقدمة من وزير الثروة السمكية على أن تخصص أجور الخدمات لأنشطة القطاع السمكي وكلف وزير الزراعة والثروة السمكية بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن ذلك أكدت حكومة بلادنا أن حرصت على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وقامت بكل الإجراءات الداخلية لبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الذي قاده المبعوث الخاص الأمين العام للمتحدة لليمن وأوضحت في بيان لها اليوم أنه تم التفاق على تشغيل الرحلات طبقا للإجراءات المعمولة بها في مطاري سيئون وعدن بما في ذلك اعتماد قوازات السفر الصادرة من الحكومة باعتبار قوازات السفر وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية حسرا كما بذلت الحكومة جهود للتنسيق مع الدول المستقبلة وحصلت على موافقة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتسيير رحلة أسبوعية على خط صنعاء عمان صنعاء وبموجب ذلك صدرت التعليمات للخطوط الجوية اليمنية للبدء بإجراءات التشغيل وإطلاق أول رحلة يوم الأحد 24 إبريل وقالت الحكومة في بيانها وللأسف قامت الميليشيا الحوثية وعبر مكتب اليمنية في صنعاء بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر وحصرت الإصدار على مكتب اليمنية في صنعاء وتم إصدار التذاكر للمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة على الميليشيات وضافت وحرصا من الحكومة على سلامة الإجراءات وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلية طلبت وعبر مكتب المبعوث الخاص ضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون الجوازات مع تربها وأوضحت أنه نتيجة رفض وعرقلة الميليشيا الحوثية تم تأقيل الرحلة المجدولة في 24 إبريل حتى يتم العودة لالتزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه وأجددت للحكومة التذكير أنها أعلنت منذ شهر مارس 2017 بطلان أي وثائق سفر صادرة عن المتمردين الحوثيين وقد سهلت للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين عملية الحصول على القوازات من مراكز الإصدار في المناطق المحررة وللمزيد من التسهيلات أعلنت الحكومة بموجب مذكرة رسمية إلى مكتب المبعوث فتح كباين إصدار في مركز مصلحة الهجرة بعدا خاصة بالمواطنين القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين كما أكدت إمكانية تقديد القوازات لمن يحملون قوازات منتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 خلال 24 ساعة ومنفتحة على أي مقترحات لضمان حصول المواطنين في المناطق غير المحررة على قوازات السفر بكل يسر عقدة اللجنة الأمنية العليا اجتماعا لها في العاصمة المؤقتة عدم برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بحضور وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبد الحذيفي ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء أحمد اليافعي وأشادت اللجنة بالتوافق والشراكة والتداول السلمي للسلطة وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا الذي شهدتها الساحة الوطنية خلال مرحلة الراهنة بما من شأنه الارتقى بعمل المؤسسات الشرعية لمواجهة تحديات المرحلة التاريخية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وصولا لهدف استعادة الدولة ونظامها الجمهوري ومؤسساتها وإنهاء مظاهر الانقلاب عليها وقف الاجتماع أمام العديد من القضايا الأمنية المهمة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية بما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وأشاد الاجتماع بالإنقاذات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية في المحافظات المحررة من خلال ضبط العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط العديد من المخططات الإجرامية التي تستهدف السكينة العامة للمواطنين اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى المناطق العسكرية الأولى والثاني والرابعة والمحاور التابعة لها واستمع وزير الدفاع خلال لقائه أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس هيئة الإسناد اللوغستي ألواء الركن علي محمد منصور الفضلي إلى ملخص التقارير المرفوعة حول تقييم المستوى الإداري واللوغستي للمناطق العسكرية وفقا لخطة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة للعام التدريبي 2022 والتي تتضمن ربط جميع فروع القوات المسلحة عملياتيا ولوغستيا وبشريا وأشاد الفريق المقدشي بجهود اللجنة وتعاون قادة المناطق والمحاور لتسهيل مهامها مؤكدا أن التوصيات التي قدمتها اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار وتحظى باهتمام قيادة الوزارة مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في جهود تطوير بناء القوات المسلحة وفق أسس علمية تتقسد فيها اللحمة الوطنية وقيم مبادئ الثورة السبتمبرية والأكتوبرية التقى وزير التخطيط والتعاون الدولية الدكتور واعد باذيب بمقر البنك الدولي في واشنطن مع المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوت مارينا ويس والمديرة القطرية لمكتب اليمن لدى البنك ثانيا تانيا مير وفريقي مكتب اليمن القطري وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي جرى خلال اللقاء استعراض تحديثات عن مشاريع البنك الدولي القائمة في اليمن وأليات تنفيذها وإمكانية عادة هيكلة ديون والتزامات اليمن تجاه المؤسسة الدولية للتنمية وتشجيع جهود البنك الرامية لدعم قدراته المالية العامة والبنك المركزي والتخطيط فيما يخص الدين العام وإمكانية تعزيز البنية التحتية لشراء وتشغيل الأنظمة الخاصة بالدين العام وأكد باديب تطلع الحكومة للسناف عمل مكتب البنك الدولي من العاصمة المؤقتة عدن والعمل مع الفريق القطري للبنك الدولي لتنفيذ المشاريع عبر مؤسسات حكومية عاملة على الأرض وتقوم ببناء قدرات الوحدات التنفيذية والمؤسسات الوطنية والذي بدوره سيحسن من فعالية مشاريع البنك ويعزز من الشفافية وقدرة الحكومة على المراقبة لتقييم تنفيذ المشاريع وتطرق إلى التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد وتطلعات الشعب اليمني والقيادة الجديدة لتحقيق مستقبل آمن يحمل الاستقرار والتعافي الاقتصادي مستعرضا توجهات الحكومة التي تركز على تنفيذ الخطة المرسومة لها من مجلس القيادة الرئاسي في تحفيز ونعاش النمو الاقتصادي من جانبها أكدت ماريناوي استرحيب البنك الدولي بالشراكة مع اليمن للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحوى تحقيق الاستقرار في الأمن الغذائي وتعزيز فرص دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار معربة عن التطلع لفتح مكتب البنك الدولي في عدن في القريب العاجل حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ميليشيا الحوثي الإنقلابية التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية بين مطار صنعاء الدولي والعاصمة الأردنية عمان وقال معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن الرحلة التي كان مقرر انطلاقها يوم الأحد 24 إبريل تعثرت جرى عدم التزام ميليشيا الحوثي الإرهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد قوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية وأضاف الإرياني أن الحكومة وافقت على سفر 104 راكب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية رفضت وأصرت وما زالت على إضافة 60 راكبا بقوازات سفر غير موثوقة وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول وفرض 60 راكبا على متن الرحلة بقوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قيادتها وقياداته وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة وطالب الإيرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائل لجني مكاسب دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذا لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية قال رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز إن أبطال الجيش الوطني يحملون على عاتقهم مسؤولية استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وضاف رئيس الأركان نحن مع السلام الذي يضمن لليمنيين الأمن والاستقرار والذي يجعل الجميع سواسية أمام القانون السلام الذي يجعل ميليشيا الحوثي تخضع للدستور والقانون وتسلم السلاح للدولة ولفت الفريق الركن بن عزيز خلال حفل تخرج دورة الاستطلاع المتقدم التي تأتي في سياق تطوير القدرات الاستطلاعية برعاية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى قاهزية القيش واستعداده التام للمعركة الفاصلة وتنفيذ توجيهات القيادة الدورة وبعد أن قضيتم فترة من الزمن تنهلون من العلم في المجال العسكري والمجال الذي أنتم نهلتم منه هو من أهم المجالات من أهم المجالات التي يجب عليكم أن تؤدوا واجبكم في هذا المجال على أكمل وجه فرجل الاستطلاع هو راس حربة في كل المعارك رجل الاستطلاع هو من يبني عليها القائد قراره فقرار القائد في أغلب المعارك يكون مرتكز على ما أتاه من رجل الاستطلاع الذي أعطاه معلومات كافية عن العدو نهيب بالجميع وهذه هي تعليمات قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة بأننا في الجيش في القوات المسلحة يجب أن نولي جل اهتمامنا في التعلم والتدرب والتأهيل والاستعداد لذا نحن نريد من الجميع أن يهتم بالاستعداد للمعركة إن شاء الله الفاصلة نحن مع السلام حسب ما تراه قيادتنا وقيادة قوات التحالف التي تساعدنا وتساندنا في معركتنا المقدسة نحن مع السلام نحن مع السلام إذا خضع هذا العدو الكهنوت الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران للسلام نحن مع السلام وسنمشي مع السلام سلام الشجعان سلام يضمن لليمن واليمنيين الأمن والاستقرار سلام يجعل مننا جميعا سواسية أمام القانون سواسية أمام القانون ليس هناك سيد ولا عبد نحن خلقنا الله جميعا أحرارا ليس فينا سيد وعبد كلنا أحرار عندما يدعن هذا العدو الإرهابي الحوثي لهذا ويصبح مواطن صالح مثله مثل أي مواطن يمني يخضع للدستور والقانون ويسلم أسلحة الدولة التي نهبها ويخرج من مؤسسات الحكومة التي أغتصبها نحن نخضع للسلام سنمشي مع السلام إلى أن يرفض السلام وسيرفضه نحن على تجربة معه سيرفض السلام وفي هذه الحالة سنكون جاهزين ومستعدين لمعركة فاصلة تحقق لليمن الأمن والاستقرار رصدت قوات الجيش الوطني 94 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في محافظات تعز والحديدة وحجة ومأرب وأبين وصعدة وأوضحت قوات الجيش في تقرير نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن الميليشيا الحوثية ارتكبت خلال يوم أمس الأول 31 خرقا في محوري البرح غرب تعز وحيس يونوب الحديدة و24 في جبهة القتال غرب حجة و19 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب و16 خرقا في محور تعز و3 قروقات في جبهتي الثرة وحلح اللودر بمحور أبيان وخرقا واحدا في جبهة الملاحظ جنوب غرب صعدة وأشار التقرير إلى أن الميليشيا الحوثية صعدت قصف مواقع القيش الوطني في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة واستخدمت صواريخ الكاتيوشا لاستهداف مواقع في خطوط التماس بأطراف مقبنة وشمير غرب تعز كما استهدفت بصاروخين كاتيوشا موقعا عسكريا في جبهة الأعيروف جنوب مأرب ولفت التقرير إلى أن الميليشيا الحوثية أطلقت النار على النازحين في وادي الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة وتعمدت استهداف عيان مدنية شرق حيس بمعدلات البيكة وأكد التقرير أن مجامي حوثية مسلحة نفذت تسلل باتجاه مواقع قوات القيش جنوب شرق حيران منوها أن قوات القيش أحبطت محاولة تسلل حوثية أخرى صب مواقع عسكرية في أطراف شمير ومقبنة غرب تعز مشيرا إلى جرح إثنين من أبطال قوات القيش نتيجة استهداف ميليشيا الحوثي أحد المواقع في الجبهة الجنوبية لمأرب بطيرة مسيرة مفخخة كما رصدت قوات القيش استمرار ميليشيا الحوثي في نقل تعزيزات وبناء تحصينات وكذا تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي المسير في مختلف الجبهات ترأس محافظ محافظة لحجل والركن أحمد عبدالله تركي اجتماعا موسعا لمدراء المكاتب التنفيذية ومدراء العموم وفي مستهل الاجتماع رفع الأخ المحافظ باسمه وباسم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التهاني والتبركات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه لثقة التي منحت لهم لقيادة البلاد وأكدين بأن السلطة المحلية في محافظة لحجل تألو جهدا في تنفيذ توجيهات المجلس لما فيه خير ومصلحة الوطن والشعب وخلال الاجتماع تم مناقشته حددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله حيث كلف المجلس ومكتب الصناعة والتجارة بإنزال فرق تفتيش الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة التجار لخفض الأسعار بما يتماشى مع انخفاض سعر العملات الأجنبية مقابل الريال واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين وكلف الاجتماع قيادتين مستشفى ابن خلدون العام ومكتب النظافة على ترتيب الورديات والفرق لكي يقدم أفضل الخدمات للمواطنين خلال إقازة عيد الفطر المبارك كما كلف الاجتماع مدرع مديرية الحوطة لإعداد تكلفة إنقاز سوق الحوطة المركزي وإنزال المناقصة بشأنه ورفع التكلفة لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة لاعتمادها أكد محافظ محافظة تبيانا لواء ركن أبو بكر حسين سالم وقوف ابناء المحافظة إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي للعبور باليمن إلى مرسى الأمان والسلام المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي يعده الزمير ردفان حضر نقل محافظ محافظة أبيان اللواء ركن أبو بكر حسين سالم تهاني ومباركة أبناء المحافظة بكل مدرياتها ومناطقها وقرها إلى قيادة المجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة أنيلهم الثقة في قيادة المرحلة السياسية التشاركية الوطنية للخروج بالوطن إلى مرسى الأمان والسلام تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون وإنهاء الانقسام وفض جميع النزاعات المسلحة ووضع عقيدة وطنية لمتسبية الجيش والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات والشركة الواسعة كما أشاد الأخ المحافظ بعملية نقل السلطة سلمياً من فخامة الرئيس السابق المشير عبد الرب منصور هادي إلى قيادة المجلس الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وفقاً لإعلان الرياض شاكراً جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي في الانتقال السلمي للسلطة ودعم العملية السياسية في اليمن جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد اليوم بديوان المحافظة وبحضور الآمين العام للمجلس المحلي الأستاذ مهدي أحمد الحامد والذي كرس لمناقشة الوضع السياسي في بلادنا وأهمية تكاتف الجميع لإنجاح العملية السياسية وأستعرض الاجتماع احتياجات المحافظة من مشاريع خدمية والتي من المتوقع مناقشتها اليوم في اجتماع المجلس القيادي الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي كما تطرق الاجتماع لمناقشة الحالة الأمنية في عدد من المدريات وشدد المحافظ على رفع اليقظة الأمنية ومتابعة العناصر الإرهابية التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المحافظة كما تمت مناقشة عدد من القطاعات قطاع الكهرباء والزراعة والصناعة والتجارة وتم تشديد على تحسين جودة الأداء الإداري ووجه الأخ المحافظ إدارة الكهرباء لمتابعة استحقاقات محطة 15 ميجا بزينجوبار من مادة الديزل للبدء بتشغيل المرحلة الأولى 8 ميجا ومراقبة الأسعار مشدداً على الاستعداد الكامل لاستقبال مياه سيول وإعداد البرنامج الترفيهي لاستقبال عيد الفترة المبارك وكان الأخ المحافظ قد أشاد بما حققته المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في تنفيذ جملة من المشاريع المائية في عدد من المدريات ومنها مشروع مياه أمصرة الوضيع لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبيان تحت شعار جرحان مشاعر ثورتنا ونصر مقاومتنا أقام ملتقى أبناء حزم العدين بمحافظة مأرب أمسية رمضانية لتكريم 128 جريحا من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بحضور رئيس الملتقى الشيخ أنور الحميري المزيد من التفاصيل في تقريد زميل محمد القداسي أقام ملتقى أبناء حزم العدين أمسية رمضانية كرم فيها 128 جريحا من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية رئيس الملتقى الشيخ أنور الحميرية أشهد بالموقف الوطني ومتضحية الكسيمة للجرحى الأبطال مؤكدا على الرعاية والاهتمام بهم وبأسرهم على رأسهم ضيوفنا الكرام ومقصد التكريم وهم إخواننا القرحى والمعاقين في هذه الحرب التي أرغم عليها اليمنيون تحية للجميع أحيي الجميع كل باسمه وصفته ونذكر في هذه التحية أيضا إخوان لنا مرابطون هناك في الجبهات اتخذ الله منهم شهداء فرحمة الله عليهم ونسأل الله أن يتقبلهم عندهم من الشهداء والصديقين العقيد رشاد الحميدة ركن تبجيه محور إبا عبر عن الامتنان بتضحيات الجرحى في سبيل الوطن والجمهوريان سيسطر التاريخ أسماءكم بماء الذهر وستظل أسماءكم حتى قيام الساعة مسجلة في تاريخ الأمة الإسلامية هذا التاريخ سيوضح أنكم دافعتم عن الكليات الخمس وقدمتم نفوسكم رخيصة وبعتموها لله والله اشترى وهذا أكبر شرف عظيم الشيخ عبد الرحيم الوائلية قال أن تكريم الجرحى يأتي اتزازاً بأدوارهم وتضحياتهم في سبيل الوطن والجمهورية الحفل السنوي لتكريم الجرحى والمعاقين والذي بلغ عددهم مية وخمسة وعشرون ما بين جريح ومعاق وهذا التكريم لا شك بأنه هو كجانب معنوي لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بدمائهم في كثير من الجبهات وفي كثير من المواقع ولذلك نعتبر هذا جز وواقب علينا أن نؤدي أمام هؤلاء الأبطال الذين أدوا واجبهم ونحن نسعى بما نستطيع أن نؤدي هذا الجز عبر ملتقى ابناء الحزم مدير الحزم العدين الأناشيات الوطنية والغصادة الشعرية عبرت عن حب الوطن والدور البطولي للجرحى الميامين من عطروا الأرض بالدماء الطاهر ودازوا على روس الفضاء الأشرار تكريم الغرحى الميامين يأتي أعزازنا وعرفانا بدورهم الوطنية في سبيل الوطن والجمهورية والهوية الوطنية لقناة عدن الفضائية محمد جداسي محافظة مارب دشنت جمعية بناء الاجتماعية الخيرية للتنمية الإنسانية مشروع توزيع السلة الرمضانية في مديرية البريقة بمحافظة عدن والممول من مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية وخلال تدشين شاد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن أرسلان السقاف بالأعمال الإنسانية التي يدعمها ويمولها مركز الملك سلمان للأغاثة مؤكدا دعم السلطة المحلية في عدن لجهود كافة المنظمات الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنين معيشيا ومد يد العون للأسر المحتاجة والأشد فقرا خاصة في مثل هذه الأيام المباركة من جانبه قال مشرف المشروع في محافظة عدن عبد الكافي محمد إن المستفيدين من المشروع شملوا أسر الأيتام والأسر التي لا عائلة لها والأسر الأشد فقرا في مديريتي البريقة ودار سعد بمحافظة عدن بألف واربعمائة وخمسة وثمانين سلة لأكثر من ثمانية ألف وتسعمائة مستفيد الحمد لله القائل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون وقطاع التلفزيون بقناة عدن الفضائية مدير عام البرامج والتشغيل في قناة عدن الفضائية الإعلام والمخرج التلفزيوني ماجد محمود أحمد صالح الذي وفاه الأجل في مدينة جدة بعد معاناة مريرة مع المرض ويعد الراحل من الكوادر الإعلامية المتميزة منذ التحاقه بالعمل في إذاعة وتلفزيون عدن مخرجا ومعدا للعديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والحلقات الدرامية الإذاعية التوعوية إلى أن تولى العمل مديرا عاما للبرامج والتشغيل في القناة منذ انطلاقها من العاصمة السعودية الرياض عقب غزو ميليشيات الحوث الإنقلابية لمدينة عدن في العام 2015 وقد كان الفقيد خلال عمله مثالا للموظف المتفاني في أداء عمله بكل أمانة وإخلاص الحريص على الارتقاء بعمله الإعلامي والإبداعي كما تميز بسلوكه الإنساني الرفيع ما أكسبه حب واحترام زملائه في الوسط الإعلامي وبهذا الرحيل الموجع خسر قطاع التلفزيون قناة عدن والوسط الإعلامي واحدا من الشباب المبدعين والمبرزين الذين خدموا قضايا المجتمع والوطن الراحل ماجد محمود أحمد صالح من مواليد مدينة كريتر محافظة عدن في العام 1983 للميلاد وهو أب لثلاثة أطفال حاصل على شهادة البكالاريوس من كلية الهندسة بجامعة عدن بالإضافة إلى أنه يحمل شهادة الدبلوم في الجرافيكس من كلية المجتمع بجامعة عدن وشهادة الليسن في سواقة الكمبيوتر والعديد من الدورات في اللغات وعلوم الشبكات والاتصالات ومن أبرز أعماله البرامجية في قناة عدن أول برنامج شبابي في القناة أنت معنا وبرنامج جاهلة الذي لقي استحسان المشاهدين على مستوى الخليج العربي والعديد من البرامج الوثائقية همها برنامج أصل الحكاية والذي شاركه في مهرجان البحرين للأفلام الوثائقية في 2013 وتم اختياره الأفضل من بين البرامج الرمضانية بالإضافة إلى برنامجه عدن التاريخ والبرنامج الإخباري في أسبوع والبرنامج الاجتماعي ماهرات في المجتمع وبرنامج المنوعات المرفأ والبرنامج الإنساني نادمون ومسلسل عاي السفري وغيرها من البرامج كما عمل على إخراج العديد من الكريبات والفلاشات التوعوية والمهارات الإبداعية في مجال الإعلام والتواصل وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وكافة زملائه ومحبيه سألنا المولى عز وجل أن يتغمد الزميل ماجد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وإسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وجميع أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون الآن إلى حالة التقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة